الضاري رمز العراق ليس للسنة أو لهيئة علماء المسلمين فحسب بل إنما هذا الرجل نظر نفسه للعراقيين ستة وعوام مرت على رحيل الشيخ حارث الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي توفي في الثاني عشر من آذار عام 2015 بعد رحلة عمرية قوامها العلم والمعرفة قضى سنواتها الأخيرة مناهضا للاحتلالين الأمريكي والإيراني والتحذير من عمليته السياسية الطائفية أسهمتم في تدميرها بأساليب شدة الفتنة الطائفية كان لمخابراتكم ضيء كبير جدا فيها وصف الضاري بشيخ المقاومة العراقية التي اعتبرها الراحل الكبير الخيار الأنجع لتحرير العراق إنه لم يبقى من الليل إلا ثلته الأخير فالصبر السبر والتبات التبات والتماسك التماسك وإلى أن يأتي نصر الله ونصر الله قريب منكم وبعد فشل قوى السلطة في استمالة الشيخ حار الضاري بمغريات المال والنفوذ والسلطة وتمسكه بمواقفه الصلبة تجاه الغزو الأمريكي والعملية السياسية أصدرت حكومة المالك مذكرة اعتقال ضده عام 2006 جوبهت برفض شعبي عراقي ورسمي عربي مثل الجامعة العربية التي عبرت عن رفضها لهذه المذكرة ذات الدوافع السياسية كما تعرض منزل الشيخ الضاري ومقر هيئة علماء المسلمين في جامع أم القرى ببغداد لعدة مداهمات أمنية دع الشيخ الضاري إلى تبني مشروع وطني عراقي موحد لكل أطياف الشعب العراقي دون إقصاء أو تهميش بهوية عراقية جامعة تكون بالضد من الهويات الفرعية الطائفية والعراقية التي طفت على السطح بعد عام 2003 وجه الشيخ الضاري انتقادات لاذعة لإعلان تنظيم الدولة ما سماها بدولة الخلافة ورأى في هذا الإعلان تمهيدا لتقسيم العراق ورغم انشغاله بقضية العراق إلا أنه أولى بقية قضايا الأمة العربية والإسلامية وخاصة قضية فلسطين الاهتمام الكبير فكانت حاضرة في خطابه السياسي كان الشيخ حارث الضاري محل احترام وتقدير عربي رسمي وشعبي وهو ما تجلى في حالة الحزن العربي على وفاته إلا أن فقدانه في هذا الظرف العصيب من حاضر العراق كان خسارة كبيرة يصعب تعويضها